بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أحبتي في الله أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من إيدي بإيدك هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر فضائية دار الإيمان ونسعد فيه دائما مع مجموعة من الملتقى العلمي لطلاب جامعة يلدز التقنية في اسطنبول ولدائما نسعد بوجودهم معنا وإثراءاتهم وإسهاماتهم الرائعة الصحيحة والمتميزة اليوم أيضا عندها حلقة متميزة عن لماذا أحب الله من خلال تجليات أنه التواب الرحيم لكن قبل أن ندخل في تجليات التواب الرحيم ولماذا ينبغي أن أحب ربي عبر هذه البوابة نتعرف على الضيفين عندنا هنا أختنا الكريمة رغد عوض طالبة سنة أولى فرعة أخطيط المدن في جامعة يلدز التقنية عضو ومدير الفريق الثقافي في الملتقى العلمي لطلاب جامعة يلدز مسؤولة الفريق الثقافي في الملتقى العلمي أهلا وسهلا فيك يا رغد وشرفتين وأخي الكريم شانجين علي مطالب في جامعة اسطنبول قسم فيزياء سنة ثانية وعضو في الملتقى العلمي لجامعة يلدز مش بس أقول الفريق أنت؟ لا ما بحب المسؤولية لا ما بتحب كنت متفلفة أنت؟ أنا أنا أخر الله يقويك أهلا وسهلا يا شانجين ويا رغد وشرفتمونا طبعا أحبتي في الله إحنا هيك سلسلة قصيرة كانت مجموعة من الحلقات تشاهدوها وربما متفرقة عن أنه إحنا ربنا سبحانه وتعالى نحكي نظريا أنه يفضلكم مؤمنين فيه والحمد لله إن شاء الله أنه كلنا مؤمنين لكن كما كان يذكر الدكتور نابلسي في مشكلة أنك أنت كيف تؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرفه ما نقوم به هي محاولة بسيطة أن نعرف شيئا عن الله عبر تجليات أسمائه وصفاته العليا والعظمى في حياتنا وتطبيقاتها التي نعيش موضوع التواب والرحيم كثير من يحكي عن التوبة ورحمة الله سبحانه وتعالى بس في معاني حابين هيك ندردش فيها بلغة شبابية مثل ما تعودوا الناس على هذا البرنامج سؤال بيسألوا بعض الملحدين وبيسألوا بعض الأحيان بعض العلمانيين وبيسألوا بعض المساكين جهلا بيقول لك يا شيخ ربنا يعني خلقني مشان يعذبني قلت لابش بيسأل السؤال بيقول يعني ما هو أنت شايف معظم الناس يعني وربنا مش بيعلم الغيب ومعظم الناس هيهم ما بيسمعوش كلام ربنا وفي الأخير بدون بيتعذب وكانوا خلقهم مشان يعذبهم إيش رأيكم أنتوا إحساسكم وشعوركم فعلا هل تعتقد كما يعتقد بعض من ينشرون هذه الأفكار الخاطئة أن الله ما خلقني إلا ليعذبني أم لكم رأي آخر إيش رأيك يا رغد بالأول حتى نحكي عن هاي النقطة لازم نفهمها بفهم العذاب أيوة العذاب شو هو العذاب برأيي هو الظلم المستمر بدون مقابل نحن بديننا بالإسلام الظلم دائماً إلو مقابل إن ظلمت ربنا رح ياخد حقك إن ظلمت في إلك حسنات إن ظلمت ربنا رح يجازيك رح يعودك أما العذاب هو الظلم المستمر بدون ما ربنا يعطينا مقابل لهذا الظلم بدون ما ياخد لنا حقنا طب بعضهم بيكون عم بركز في موضوع خلقني اللي عذبني بمعنى إنه أنا طيب إذا ما أسمعتش كلام ربنا سبحانه وتعالى فرضاً سبب ما وعذبني فيه جهنم لأني ما رديت عليه فهل بتأيدوا اللي بفكروا إنه ربنا خلقني وكأنه كأنهم يشيروا من طريقة غير مباشرة كأنه ربنا دفع ودفع لهذا الموضوع يعني خلقه أعطاه قوانين هو ما رد عليها بس الاند ريزلت أو نتيجة نهية شو كانت إنه راح لجهنم فبالتالي قال الله خلقني اللي يعذبني إحنا ما نحكي عن التواب الرحيم بس بدنا نحلعل هاي الشبهة أم باشتغل عقانون باستخدموا بعض الزهد وسموه التخلية قبل التحلية يعني لو عندي مثلاً كاس المي هاي وكان فيها عصير وشربته وابقيت فيها شيء بسيط وتركتها أسبوع ورجعت أستخدمها مرة ثانية قبل ما أضع العصير الفرش الآن وأشرب ولازم شو أعمل أن أخلي ونظف الماضي والباقي فيه الجراثيم والمايكروبات وبعد ذلك أضع الفرش فالتخلية من الإخلاء فبعض أحيان بدنا نشيل الشبهة من طريقنا قبل ما نتحدث عن توبة الله ورحمته لأن بعض الناس لأسباب عديدة لا يروا في الله أمامهم إلا موضوع العذاب ربنا يبدو عذبك وجهنم وإلى آخره أنا هو مش موضوعنا الرئيسي هذا بس هذا حابب أنا كشباب إذا حكت الفكرة أمامكم شو تداعياتها في نفوسكم شو التداعيات في نفوسنا أول الشيء دائماً والشخص بيعد قدام أي شخص قدير قدام خلين قول رئيس وفي قواعد طبعاً في انضباطات في هذا الموضوع يعني اليوم أنت تحكي مرة أكيد مرة تجي بالبيجاما ولا بس أحاطه وقعد قدامه وحط رجل على رجل وشغلات بلا بينبهك مرة مرتين ثلاثة في بعض الأحيان وأنت تعلم ومع ذلك تقول لأدبك في الحديث وفي المعاملة وبالتالي يحتاج الموضوع إلى تنبيه ممكن أقول لك مرة تنبيه بشكل أو آخر يعني يا ابني لا تعمل هيك بس في بعض الأحيان يضطر يعني الأمر يحتاج إلى تنبيه إلى فركة إذن من أول عليها نحن فهي فركة الإذن أنا بنظري أو باعتقادي أنه موضوع العذاب ينبع من هنا ينبع من هنا فقط دنيويا تقصد أنتم إذا عقبني دنيويا بمعنى وحتى ذكر العذاب في الآخرة نعم كمان هذا ينبع من هذا المكان فركة إذن فركة إذن محتاجينها محتاجينها طبعا طبعا محتاجينها لمن يقصر ويقل الأدب أكيد أكيد هذا الموضوع يعني لا بد منه يعني هو سبحان الله إحنا يمكن الحلقة كلها راح نمشي فيها على موضوع أنه وجود العذاب قد يكون والعياذ بالله والعياذ بالله كلام غير صحيح لكن كلامهم يكون صحيح لو يحكوا هذا الحكي إذا لم يعطني القدرة والوسائل على أن أنجو من عذابه عندها بيكون خلقني اللي يعذبني نظريا يعني بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أعطاني القدرة على إني أفكر وأعطاني القدرة على إني أستوعب الغلط والصح وأعطاني القدرة على إني أخذ القرار وأسوي اللي بدي إذا أنا قررت إني أنا ما بدي هاي مش مشكلة ربنا هاي بتكون مشكلتي إيش أنا يعني زي واحد يجي مثلا على سبيل المثال لشخص يقول له هاي هنا في عصير وهنا في مي وهنا في شاي لكن عليه مادة كيموية بتحرق معدتك إصحك تصيب وهذا مش إلك فأنا قررت على إني أعطاني بالله أمسك هاي بعد ما عرفت فيها وتقطعت معدتي وعملوا العمليات والصبت بإعاقة طول حياتي مشكلة مين هاي مشكلتي أنا لأخذت القرار وأنا أعلم على كل حال جميل هاي هيك شبه كنا بس بنا نتجاوزها بس أنا كمان في تعقيب صغير كمان بيقول لك أنه حتى لو لا تعلم أنت مفروض عليك تتعلم بيقول لك كتب على باب الإسلام ليس عذر الجهل بالأحكام فهذا الشيء مفروض إذا والله ما كنت أعرف أنت مفروض عليك تتعلم هذا فرض مفروض تتعلم جميل طبعا وحتى لو واحد أخطأ وما كان يعلم رفع عن أمتي الخطأ والنساء وما استكرهه عليه يعني برضو كمان موضوع رحمة الله سبحانه وتعالى تمام يعني اليوم أنا ما كنت أعرف أوكي ما عرفت أوكي بس تعلم أنت مفروض عليك ما أنه والله أنا ما عارف تالي ما أتعلم لا مفروض عليك تتعلم طب أنتو كشباب الآن في سياق حل حلة إشكالية أنه ربنا بلزمني ولا ما بلزمني ربنا خلقني ليكرمني أم ليعذبني قبل ما ندخل بلب مفهوم الرحمة والتوبة الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم وهديناه النجدين عندكم تصور هاي إيش معناها؟ وهديناه النجدين وقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إيش تفهم منها هاي؟ لأيتين وخاصة لأية الثانية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تحتاجك تولي الشرح؟ نعم يش رأيك يا رغم نحن نوجه رسائل الشباب لأنه فيه شباب مضحك عليهم بشوية شبه من مواقع علمانية على مواقع إلحادية على مواقع لا دينية على مواقع كذا مساكين يعني ولا بشفق عليهم بدونهم يقرأ ويسمعوا آه بشعر أنه أنا ربنا أعمل فيه أنا ربنا أعمل فيه أنا ربنا أعمل فيه هادي اللعب فإحنا يمكن بعض الأحيان إنقاذ هؤلاء يكون من كلمة على لسان حضرتك أو من كلمة لسان حضرتك ونفسه وما سواها شو بتعلق عليها؟ ربنا خلقنا عطانا الفطرة الفطرة اللي هي القدرة على التمييز بين الخير والشر بالدنيا بالعموم أي شي بدنا نساوي فيه خير وفيه شر ما فيه طريق وسط ربنا عطانا الفطرة عنا الفطرة السليمة نعم عنا العقل لحتى نفكر جميع عنا الدين عنا العلم عنا كتير أشياء لحتى نفكر ونقدر نعرف طريق الخير والشر الصح والغلط إذن أنت لا تجد عذر لهذا الشباب والبنات إذا مشوا بطريق الغلط هل لهم أعذار برأيك؟ لا لا عذر لهم الغلط غلط الغلط غلط الغلط غلط ممكن يكون في ممكن الشخص يكون عنده تبريرات رفيقي أغواني يعني رفيقي جرني لهالموضوع شي في تعتيف زيان حجت فيها تقصد بس ولا شي ما عذر لأنه نحن خصوصي نحن عرب نحن نقدر نقرأ القرآن ونفهمه شمي؟ نحن عنا كتير طرق لحتى نعرف الصح من الغلط والخير من الشر سبحان الله نحن بالذات مع نعذر موقفنا صعبة ومو الله يوم القيامة جداً ايش رأيك شيء؟ ساذي ذكرت مقولة الشيخ نابلسي ولك المشكلة في التصور إن صح التصور صح العمل نعم وإن خطأ التصور خطأ العمل فهو الحكي الحكي كله والموضوع كله القضية كله في التصور نعم في المفهوم الذاتي لنا للصفات المعينة نعم بس نحن موضوعنا الأساسي هون حب الله نعم إذا نحن إذا بتسأل أي شخص اسأل مئة ألف شخص قل له ايش تعرف الحب كل واحد بقول لك التصور طبعا كل واحد هاي نقطة كتير أساسية وكتير خطيرة وكتير بيعملنا شغلات فنحن أي شخص تقول له حب بلق شبه بنت شايف الزرات الصغيرة اللي جاية من الحب طبعا حتى كلمة الله كلمة الله هي بتجي من فعل الولهان الاحنة إليه يعني تجي في أعلى قمم الحب يعني أول في طبعا مستوات الحب التعلق والأعجابة والآخر بعدين الحب بعدين بالأخير بلق العشق الولهان فكلمة والهان هي مشتقة من كلمة الله أو الله مشتقة من كلمة هي المعنى وأنا هذه اللي أعرفها والله اللي أماني بديش علاك على الأسباب ولا إيجابا استنباط لغوي لا ما بعرفها يعني أنا أتوقف في التعليق يعني مش عارفي صح والخطأ ولكن يعني العودة عليك ما بعرفها طبعا الأستاذنا هو يعني 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 الله يزيل خير الله يزيل خير في هذا الموضوع أنه هو أصل أربوبي في الحب سبحان الله فإن كان يعني إذا دخل موضوع إذا دخل الحب في الموضوع فخلص فصار كل شي فيك صار راح أي شيء أي ذرة فيك صار يتحرك هو سبب الحب طبعا قبل ما ندخله ويوصل لمرحلة الحب نتيجة التعرف عم نحاول إحنا الآن نحلح الإشكالية إنه هو فهمان ربنا غلط إنجاز التعبير يعني وعم بيتهم ربنا إنه أنا كنا عم نحكيه قبل شوي إنه طب ونفسي وما سوها ربنا عم بيقول له أنا أعطيتك آآ فأني ألهمتك الفجور والتقوى وقد أفلح من زكاها وقد خام من دسها فإحنا بدنا نوضح للناس للشباب الآن يجبوا طالعوا ربنا شو عم بيحكي لك أعطاك هاي أعطاك هاي هل هذا نجد له مصداقا في الواقع فعلا بمعنى الوصف القرآني قادر أنت بلغة شبابية تحكي للشباب بعيونهم دليل صدق القرآن كذا وكذا وكذا بدليل أنك بتعمل هيك وتسوي هيك وتشوف هيك وتعمل هيك ولا لا تمام ربنا العالمين أواشي أعطان عائل هذا العائل هو الفرق الوحيد اللي بفرقنا عن غيرك هناك تمام إذا منرجع على موضوع الآية فألهمها فجورها وتقواها أعطاك الخيار نعم أقول لك في عندك فجورها وفي عندك تقواها وقد وقد نعم يعني الموضوع صار في إيدع فإذا أنت أنت هون اغلطت فأنت المسؤول أول أنا أعطتك عقل نعم وأعطتك المنطق في هذا الموضوع وأعطتك الأسباب وبتعرف كل واحد وين رايح فتقول لي صار ما صار يعني فيه أمثلة كثيرة يعني فيه كثيرة أقول لك أقول لك المجتمع لا لا المجتمع اللي ليس ما ينطل يا وكل واحد من نفسه نعم فالموضوع الموضوع هو اختيار أو قرار من صح التعريب عندي مثالين كنت أستخدمهم مع طلوة الجامعة في هذا السياق على موضوع تصديق هذه الآية اللي هو إنه في الداخل مدركين إحنا الغلط والصح وعارفينه مثال بيشتهر فيه أظن كثير مبلدان عند الشباب يعني مثال عندي في الجامعة أستخدمه أقول كم شخص ممكن تجده يجلس مع فتاة أجنبية عنه بطريقة محرمة بمعنى الأخلوة حرام الملامسة حرام ما يسمى زوره ما مهتنا بالحب هذا كله ومقتربين من بعض ومن زويين في تحت الشجر وعند الدرج بعض الشباب طوروا آلية الدفاع عجيبة لما تيجي تقول له يا أخي الكريم اتق الله كذا إلى خير يقول له أقسم بالله زي أختي أنتوا اطلعوا منها يا مشايخ هاي عترف عبارة شهيرة دائما أنتوا شكاكين أنتوا ظلاميين أنتوا نيتكو سودا أقسم بالله زي أختي أقسم بالله زي زميلتي وقول إسماء إحنا عنا مثل بالأردني بنقول مجنون يحكي وعقل يسمع قلت له أنا بدأ أقبلها منك طيب أستحلفك بالله إذا أختك قاعدة مع شاب نفس قاعدتك مع حي البنات شو بتعمل فيها قلت واذبحها قلت آه الفطرة تتحدث معناته يكفيك كذما لا تقولي زي أختي أنت فاهم وأنا فاهم بس أنت عندك آلية دفاع سطحية تسكتني فيها وتحكي عني متخلف تحكي عني لا يعني فطرتك من الدخل مدركة أنه الشاب لما ينزوي في بنت تحت الشجر ويحاديثه ويقتربه منها ويجتمه أنفاسها ويشمه رائحة عطرها ويجلس معها شهر وشهرين وثلاثة فيش عاقل على سطح الأرض بيقولك زي أختي بدليل أنه إذا جلسة أختك ربع هذه الجلسة هذا إذا كنت كثير 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 محترم بتسيح دمها طبعا في بعض البلدان تقتل يطلق عليها النار وكيف تقول لي طب يا أختي أنا بقولهم بقولهم إعذرني بس أنت تكذب بس أنت مدرك الحق أنا نقطة اللي بدي إياها مدرك طب أخو عود مع أختك هذا الموضوع أنت فيك عود مع أختك في كاعدة مستحيل لك عود مع أختك مو مع هذا الثاني مستحيل لأنه يدرك شوف الشاب الشاب يذكر مرة دخلت على قاعة أنه مادة اسمها ثقافة إسلامية تعطى لكل طلبة الجامعة يعني والقدر مصير ومخير ومكتوب على الجبين بتشوفه العين وكذا عم بيحكوا فيها عم بدرسها فقلت له من ربنا سبحانه وتعالى ألزمنا بأمور صح أجبرنا لكن لا يحاسبنا عليها ربنا مثلا أجبرني على موضوع وقت ميلادي لم أختر أمي لم أختر أبي لم أختر إخوتي صح لم أختر لوني لم أختر جنسي لم أختر طوري لم أختر ولكن لا يجد علي حساب يعني يوم القيامة ما في أنا الله أجبرني على أن أبي كان فلانا الله رحمه الله ماشي لن يحاسبني على أن أبي فلان ولن يحاسبني على أني ذكر أو أنثى ولن يحاسبني على أني طويل ولا قصير قلت سكروا الباب هذا مجبر لكن غير محاسب في أشياء قلت لكنه مخير في أمور قلت أما الأمور اللي أنا مخير فيها وكلنا منعرف أنه في أشياء كتير مخيرين فيها محاسب عليها في هذا السياق رفع الطالبة يدها أنا أذكر الرقم 126 طالب وطالبة بالجدول كان عندي قاعة فل قولي دكتور لو سمحت انت كلام اللي بتحكيه قلت هاي أنا أمامك هي طبعا كانت بنت غير محجبة وكانت تدخل هي وصديقها على القاعة عندي مع بعض إليهم وبعض أنا بتركها حريتهم ما بتدخل فيهم ما بحب أضايقهم مشا يسمعوا هي وصاحبها إيديهم وبعض تعالى مادة ثقافة إسلامية طبعا هي كانت من إحدى الدول العربية الشقيقة لم تكن من الأردن هي وصديقها مع بعض يدخلوا عندي ولبسها كان يعني بعيد جدا عن الالتزام وهيئتها وشكلها فهي كانت جريئة الله يحفظها ويهديها قالت دكتور انت شايفني أنا كيف شكلي وشايف أنا مع مين بدخل معنا الكلام قالت هايني أنا لا أصلي وغير محجبة وغير ملتزم ولكن أهلي ربوني على هذا الترباي أنا لم أرى في حياتي منذ الطفولة إلا هذا شغل ولم 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 كيف تقول لي أنا مخيرة أنا نحطيت في هذا الضرف فأنا ربنا ألهمني بقضية كيف أرد على الشبه هاي طبعا الشبه ظاهرها كان قوي طبعا طلاب الطالبات إنه تأثر قلت لها ماشي قلت لها أرد بطريقة الخاصة أنا وحب أسمع تعليقكم يمكن يمكن مجال ما أخلص يكون صاير وقت الفاصل بس يعني قلت لها قلت لها طيب ماشي سكتوا طلعت على الشعبة كلها قلت مين فيكوا من شرق الأردن رفعت نسبة من الطلاب طبعا هم التخموا شو دخل سؤالها بهذا الجواب ولا إلو علاقة قلت مين فيكوا من الشمال الأردن رفعت نسبة مين فيكوا من جنوب الأردن رفعت نسبة من الطلاب هذوم من حوالي 18 كلية كان أو 20 كلية فانيسب عديدة جدا طب مين فيكوا من مناطق الوسط العمان والسلطة وما حولها رفعت نسبة مين فيكوا أصلا من فلسطين لكن جنسيته أردنية رفعت نسبة قلت مين فيكوا من فلسطين وجاي زيارة على أردن لأجل الدراسة بس يعني لا يوجد مع جواز أردنين رفعت نسبة مين فيكوا من غزة رفعت نسبة مين فيكوا من دول عربية غير الأردن غير فلسطين وغير غزة وغير الفلسطين 48 رفعت نسبة قلت إذن أنتم الذين أمامي عينة عشوائية عالية التنفيل تمثل على الأقل على الأقل 13 15 18 مليون صح ولا لا قالوا لي صح قلت لأنه ما في سؤال سألته إلا وجدت نسبة قلت هل أنا ألزمت أحدا منكم بالحضور عندي قالوا لا قلت إذن أنتم تسموا بعلم الإحصاء عينة نسبية عالية التمثيل لأنها قمة العشوائية باختياركم أنتم دون تنسيق وتنظيم مني ورفعت أديكم بتمثلوا فمنكم أردن وفلسطين و48 وغزة ودول عربية فبالتالي أنتم تمثلون الجلسين أمامي بياما تمثلون 15 مليون من منكم يسمح أو تسمح لأمها أن تتدخل عند الشراء بلون حذائها لا في الحذاء نفسه فقط بلون الحذاء من باب أن أمها ربتها على الطاعة وتلتزم برأي أمها في لون حذائها أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله هذا السؤال سألته إلي بس أل السؤال تقريبا 13 سنة سألته يمكن لسبعة آلاف شاب وبنت ولا واحد وواحد رفع إيده قال أنا قلت لا تسمحون لأهليكم يتدخلوا بلون الحذاء ويتقولوا أهلين هم ما بيخلوهم يصلوا حاجبا أيها حاجبا تخلت تخلت معين نحن نتحجج في عملية يبدو والله أعلم طبعا ما موجد أحد عملية ورود لكن ننزع بشهول لأنه نسموها الشماعة بس عجبتني حاجة بقى هاي عيدها بالله حاجة بقى أيها طيب دقيقة دقيقة تعليق على مضمون هذه الفكرة حتى نذهب للفاصل ونرجع نتحدث بلوب موضوع التوبة والرحمة والتواب الرحيم هذا بيجيب هذا بيجيب نفس موضوع الفشل والنجاح أي شخص فاشل ولا قوله الظروف وليعني عند النجاح كانت ظروف كويسة فهي نفسها أبدا 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 زي عندنا إحنا بعالم التدريس سواء المدرسين في المدارس أو الجماعات بيجيب علامة ممتاز شو بيقول لك انجحت طب وإذا سيقول لك رسبوني بالظور يا جماعة يا أخذ قرار بهاي يا بهاي يا يقول نجحوني يا يقول رسبت أما يا شو والله الحمد لله نجحت كيف قال والله رسبودي لا حوله لا قوته ففي كتير حجج مثل الحججة بيقول لك والله العامة شوف حظه في الصخر العامة شلون نجح يعني شو عطى 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 الورقة فاضية ونجح يعني على مين يا زلبي حاجة بقى برضو حاجة بقى طيب أنا أعتدر منكم نروح للفاصل نرجع نتنبعدين إن شاء الله بإذن الله أحبتي في الله طبعا أنا عم بحاول أن أعلم اللهشة السورية منه حاجة بقى وبعدين هيك بيقول لك تخنتها بعرفش بزبط اللهجة لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم فاصل قصير نرجع بعده معكم فوق المعنى ها قد عدنا عليكم حياكم الله لماذا أحب الله التواب الرحيم الآن بدنا ندخل في لب إحنا هاي كانت مقدمات وشو نسميناها تخلية إخلاء لفتح الطريق حتى ندخل على موضوع التوبة ورحمة الله سبحانه وتعالى أختي الفاضلة رغد إحنا الواحد فينا باليوم والليلة اللي بيصلي الفرض فقط بيترك السنن والنوافل يكرر في الفاتحة سبعتاشر مرة في اليوم والليلة حد الأدنى هذا من هذا الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم إحنا موضوعنا على تجليات معنى التواب والرحيم في حياتي بتعرف في بعض الناس بيحاولوا يأسوا بيحاولوا يظهروا والعياذوا بالله صورة الله بأنه الجبار المتسلط اللي بدي يعذبك اللي كذا بعض الأحيان تربويا غلط بتكون إنه الله بعذبك بالنار وإصحك تيجي وإصحك تسويه هو مش مكلف بعض الأحيان أطفال حكينا في حلقات ممكن سابقة كيف طفل بيكون صغير وغير مكلف بنحكاله بتعمل هيك الله بحطك بالنار الله بعذبك الله كذا فبينضرب عنده مسكين بعض الأحيان مفهوم الجميل جدا عن الله سبحانه وتعالى في المقابلة صح المفهوم ممكن بعضهم الآن جالس بيسمعنا ممكن الناس بطيبين بسطة لكن ما تربى غلا أنه ربنا وعليا ذو بالله اللي بدي يعذبه ربنا اللي بكره ربنا العنيف ربنا إلى آخرين الرسالة الأولى إحنا في اليوم الليلة لمن أكرمه الله بأنه يؤدي الصلاة بيحكي كلمة الرحمن الرحيم 17 مرة هذا وين بالفاتحة ومع التسمية بسم الله الرحمن الرحيم هاي كما 17 هاي تخيال تشوف كم من مرة تكرر إيش مدلولها أنت كما تفهميها كشابة في هذا العمر طالبة جامعية لما تكرر 30 و40 مرة كلمة الرحمن الرحيم بالحد الأدنى وما دخلنا في موضوع أنك كل أمر ذيبال لم يبدأ به بسم الله فهو أبتر الحديث الصحيح يعني كم مرة بنسمي لما بدأ أدخل سيارة بسم الله لما بدأ أحكي بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم يعني العادي فينا اللي ها كتير متواضع يمكن بذكر كلمة الرحمن الرحيم 50 مرة في اليوم وبعضنا 100 و150 و200 مرة إيش مدلول هذا بنسبة لك لك أبسط أبسط مفهوم عنا نحنا عم نردد بسم الله الرحمن الرحيم بالصلة الصلة اللي هي عبادة عبادة ليش لتقرب من رب العالمين فهي أبسط شي بنا نفكر في تذكرة أنه ربنا رحمن رحيم ربنا رح يتقبل منك ربنا رح يرحمك شو ما كان همك أنت هلأ عم تصلي لحتى تتقرب من ربنا ربنا رح يتقبل صلاتك رح يتقبل تقربك جميل لا تياس لا تياس الباب مفتوح أنت قدمت شغلة ربنا رح يرد لإلك عشر شغلات جميل نعم وعطايا وأرزاق جميل جميل ربنا رحمن وربنا رحيم ربنا معك جميل طبعا أنا أرجع وقف عنه هي عبارة عن تذكرة وهي صحيح شوف التكرار الهدف منه إيش ربنا ذكر بالقرآن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أنه نحن محتاجين لإعادة التذكير دائما وفيها النفع لأنه ننسى كم من الناس بيكون بلحظة ضيق شديد جدا أو فقدان أمل إحباق بيجي واحد بيتلو أي قرآنية أمامه ينقذه بها أو بيذكره بمعنى أو بحديث أو إلى خيره أنا أذكر يعني زي زي غير مر مرات مثلا تعرضت لظلم يعني من مجموع الناس مثلا افتروا عليه وكذبوا أذوني وهاجموني وسبوا شتموا كذب 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 افتراء فجأة ربنا سبحانه وتعالى ذكرني بقصة عائشة رضي الله وعلا يا الله أنا أحسن منها أعوذ بالله إذا عائشة رضي الله اتهمت فإيه النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه كذب قيل عنه أفاق قيل عنه كذب مجرد ما ذكرت بهذول المعنيين أوووو ارتحت ذكرت لو لم أذكر بهذين المعنيين ربما لحسيت أنا المصاب الوحيد في الدنيا كل ياته فمن رحمة الله التذكير فموضوع مجرد إعادة الرحمن الرحيم ذلك سبحان الله بذكرني هذا في موضوع التلقين شو فكرة التلقين الوحي بيحتضر مش من السنة إيه إتلقنا يقول قل لا إله إلا الله طب إذا كان ما عم بيسمعكم كان قال أذكرها على مسامعه هو عم بيعاني بالآلم بالمرض بخاسب ظرفه الله يكون بيعون كل المرضى ويرحم جميع الأموات إنه مجرد ما ذكرتها ممكن يقولها ويختم له بها بإذن الله تعليقها نفس المامدلول سبعتاش ثلاثين واربعين الخمسي مر الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن هو الرحمة العامة الرحيم هو الذي يختص بالرحمة في عبد معين أنا ذكرت حادث صار معي فأنا كل ما أطلع من البيت وقالت قبل ما تطلع بسم الله أمنتوا بالله توكلتوا على الله اطلع فيها إلها إلها شغلات ممكن ما تعرفها رح تتعلمها بعدين ففي بعض الأحيان أنا ما أطلع وصير معي أستاذكر صحيح أنا مالعينة بسم الله أمنتوا بالله توقيت الله فيه يوم من الأيام أنا متداعية وأصلا متأخر كان عندي فحص وكان فحص كتير مهم فرحت كان الجامعة شوي بعيدة علي جامعة قريبة على منطقة سلطان فاتح هاي اللي ش اسمه فرحت ودخلت على الفحص كان فحص سيء جدا سيء سيء جدا أنا قدمت بشكل سيء جدا وأنا كان مخطط أنه بعد ما أخلص الفحص أروح السلطان فاتح طلع سيء جدا فأنا يعني ضيقت شو هذا ما لازم يكون هيك أنا درست بدي أروح السلطان فاتح كان الساعة 10 الصباح فقلت خلص بطلت أروح أنا بدي أرجع البيت رجعت على البيت كان طالع التلفزيون انفجار منطقة سلطان فاتح لا إله إلا الله سبحان الله انفجار منطقة سلطان فاتح انفجار طبعا معروف هذا الحادث صار من شهور نعم انفجار منطقة سبحان الله الرحمن الرحيم سبحان الله بتجليات رحمة الله رحمن الرحيم قطعا لو ما كنت أنا ما أدم شكل سيء كنت فتت اتخيل كما كنتش معنا الآن هون الحمد لله نظمت الله يعني يطول بالأعمار بالصالحات إن شاء الله حديث المعروف الشهير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما في يعني مسلم إلا وسامع أو حديث قاتل التسعة وتسعين نفس اللي هو يعتبر من من أكثر الأحاديث بشارة في مفتح بموضوع توبة الله سبحانه وتعالى لخلاصته أن رجلا كان في من كان قبلكم يعني قتل تسعة وتسعين نفس ثم أراد أن يتوب قال فذهب إلى عابد فسأله ألي من توبة قال لا أنت مجرم قال له أنت قال فغضب فأتم به المئة فقتله عجيب فصار برقبته مئة ثم أراد أن يتوب فسأله فدل على عالم عالم قال له طبعا لك من توبة ولكن أنت تعيش في أرض سوء موضوع البيئة فإذا أردت أن تحسن توبتك وأن تقبل فاذهب إلى المكان الفلاني فإن فيها قوما صالحين أو بلد الفلانية حتى يعينوك على صدق التوبة العملية هو في الطريق جاءه الأجل فاختصمت فيه ملائكة الرحم وملائكة العذاب هذه تقول جاءنا تائبا وهذه تقول يعني مجرم قاتل مية فطبعا بأكثر من رواية خلاصة الأمر في رواية أن الله فقالوا قيسوا إلى أي الأرضين أقرب فكان أقرب إلى التي وفي رواية أن ربنا قال زوى الأرض الآن بغض النظر خلاصة الموضوع هي رسالة لنا أنه قتل مئة نفس ثم أراد أن يتوب قصد ولم يمارس توبته بعده فقصد وأراد وتوجه لبداية الممارسة التوبة العملية خرجت روحه وإذ به يذكر لنا في قصة كيف يطوي الله الأرض لأجله وتختصم الملائكة عليه وتقبل توبته مثل هذا الحديث طبعا الآن ممكن ممكن يكون عم بسمعنا على الشاشة أو بعدما الحلقة تنحط على اليوتيوب يكون ألاف وربما مئات الألاف من الشباب المحبط اللي بقول لك أنا شكلي شكل واحد ربنا يتوب علي أنا ممكن ربنا يقبلني أنت كشاب من هذا الحديث وأنت كشاب من هذا الحديث ماذا تقولين للبنات مبتعرفة في بنات كثير طيبات فيهم خير رائعات لكن لسبب ما نجره سواء دخان ولا أرقيلة ولا صحبة ولا شراب ولا علاقات بغض النظر نفس الشيء الشباب طرق الإنجرار يظنون أن العائق بينهم بين الله لا يمكن أن يزال في ظلال هذا الحديث الصحيح اللي من أعظم مبشرات الرسالة التي توجهينها للفتيات ثم الرسالة يتوجهها أنت للشباب هلا إذا رجعنا للحديث الذي ذكرني بموضوع لله أفرح بتوبة عبده من الضال للواجد ومن العقيم الوالد ومن الضمآن الوارد حديث رائع سبحان الله شيء معاني عجيبة ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحيم نعم التواب لمحبته بتوبة عباده يعني ربنا هو بده يانا نتوب نعم بده يانا نرجع مهم النية سبحان الله إنما الأعمال بالنيات دائما نعم مهم النية نيتي أنا توب لو متت قبل ما أنا كمل توبتي بس أنا كانت نيتي هاي بيكون الموضوع التمام إن شاء الله بس جميل جميل سبحان الله طبعا هذه أرجو أن الرسالة توصل من الأخت رغد بالذات أنا حابة الآن تتحدث مع الأخوات وتتحدث مع الأخوة وبعض الأحيان يعني شو بيقولوا من كل فئة بعض الأحيان الأثر بيكون قد يكون أقوى شاهدة شاهدة من قوى نعم شكرا يا رغد بالفضل لله آآ الشباب شاء الله يعني أنا منهم من وحي هذا الحديث والحديث الآخر طبعا أزياد عن الحديث كما ذكرتني من الحديث لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل إن كان فيه فلاه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فأفلتت منه الراحل وعليها الطعام والشراب قال فلحق بها لتمسها فلم يجدها فجلس ينتظر الموت خلاص أرض منقطعة لا طعام ولا شراب ولا قدرة على المشي قال فبين هو ينتظر الموت إذ به يرفع رأسه فيجد راحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه من شدة فرحته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فجذكر الله ضرب عنده قال قال لله أفرحوا بتوبة أحدكم من هذا الرجل بدبته أو بضلته تخيل مثل هذه المعاني يعني كيف تحملها بلسان شاب إلى الشباب الذين يسمعون تمام الآن منرجع على موضوع هذا اللي قتل مئة نفس هذا ما أخطأ مرة أخطأ مئة مرة مئة وضع وليس خطيئة عضية من التوب هذا من المكسيمو إن الله يحب التوابين وليس التائب نعم شو الفرق؟ التائب واحد سوا غلط فتاب علي شاب التائب حبيب الله أوكي ولكن قال إن الله يحب التوابين يعني حتى لو سويت مئة مرة أنت طول ما أنت مصر طبعا لا شروطها هاي شروط التواب التواب هو هو الاخري الصدق النية هو الاخري بس تواب يعني ملح يعني شغلتك وعملتك مثل ما بقوله سبحان الله أنه لازم تضل تواب كثير التواب يعني شو المؤمن وغير المؤمن الاثنين بيأخطؤوا المؤمن ولكن المؤمن هو السريع الرجوع ارجع فورا لا تستنوا وقرر أنا ما راح أرجع يعني وأنا من نون فدائما من كثل ما ترجع 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 تأخطأ تقول لا تعبت والله خجلت ففي من أكبر الكبائر أن تقنطوا من رحمة الله جميل صح هاي كبيرة لا تقنطوا قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا أصرفوا أصرفوا هو فعل مستمر مو مرة ومرتين يعني ففي في شغلة على موضوع الهجرة كمان نفس موضوع المائة قاتل المائة شخص من أساسيات التوبة الهجرة جميل أنا في يوم من الأيام أنا هذه الحادثة غيرت منطق حياتي نعم بعد ما طلعت من سوريا من بعد ما طلعت من سوريا بست أشهر سبعة أشهر كنت مرة من الأيام طالع من صلاة الصباح طبعا لأنه الشاب ما بشوف مبروعة صلاة الصباح غير إلا في المصائب فالله عافي عننا طالع من صلاة الصباح وقاعد وطبعا بما أني ما بعرف أحكي تركي كنت وما بعرف حادثة كنت قاعد لحالي قاعد لحالي وصافة إن الله جابني لهون ليش صار هيك ليش قدما وقفت وقف على نكشة فكان في عنا جيراننا واحد أفغاني يحكي تركي شوي عربي شوي إنجليزي شوي أجعل عندي قال لي شو باك شو بدأ قال له طلعت فيه طلعوا على شي الحمد لله قال لي بدأ قال لك شغل قال لي شو أكبر سنة طبعا عيساته السلام أكبر سنة في حياة الرسول أحكي شي كبير شو أكبر سنة شو شو أكبر سنة وقفت ما عرفت قال لي الهجرة طلعوا شلون يعني قال لي لو لا حدوث الهجرة وما كان طلع طلع مو بإرادته لو ما كان طلع من مكة هيك ما كان رجع وفتح مكة بهالقوة نعم فهو قال لي هيك طيب شو أصداك يعني شو شو الحابب بتقوله لأساس التوبة وقسات التغيير مثل ما كان في هذا القاتل ميت نفس أساس التغيير أن تكون في الهجرة وأساس التوبة اللي هو ترك المكان ترك المكان هجرة الفعل وأهله وأصحابه وأفعاله وكل شيء تجرد من كل شيء هاي التخليه جميل ومن وقته أنا بطلت أزعل عن جد بطلت تركت فكرة أنه أنا أزعلت ليش تركت بلادي لأنه من هون أبلش التغيير ليه هو التوبة سبحان الله الشيء يذكر مع أنه هذا الحديث هو خاص بالتوبة لأنه في معنى مهول جدا على موضوع الفرق بين العابد والعالم العابد قال له أنت ملكش توبة أنا تصرف بالطريقة السطحية البسيطة السادة جوه تسبب في جنوبة قتل ومتسبب في جنوبة قتل العالم قال له طبعا لك توبة لكن عم شو قال له يعني بلغتنا البسيطة بقول له التوبة ليست أمنيات ولا فلسفة توبة عبارة عن اكشن ما حكاش شيك أنا بحكي هيك عم بترجم كلامه أنا مثل الإمام البخاري رحمه الله قال قابلت ألفا من الشيوخ وتخيل مين هم الشيوخ البخاري الشيوخ البخاري عم تحكي على تابعي تابعي تابعيني عم تحكي على كبار جهابذة العلم يقول قابلت ألفا من الشيوخ كلهم على أن الإيمان قول وعمل فمطن الشاهد فعلا ونحكي على التوبة هاي رسالة لإخوة والأخوات فضلت عبرت عنها بكلمة الهجرة ترك البيئة الشلة والصحبة والمجموعة قال أنا توبت إلى الله لكن قاعد مع كل الشلت حشاشين أو متعاطين أو بشرة وخمر هاي مش توبة تترك عمية البيئة بأي لحظة بترد ترجع جميل طيب اللهم صلى الله سيدنا محمد فالتوبة هي الرجوع إلى الله هاي في المعنى الحرفي للموضوع التروح فخليك تواب لا تكون تايب خليك مصر على الموضوع كثرة تكرار والله سبحانه وتعالى فتح لك الباب وفتح لك أكبر طاقات الأمل أنا ما أعرف أنا سمعت ما أعرف هو حديث ولا لا بشان ما أكون على خطأ إن الله يحب عبداللحوح الذي يلح في التوبة سبحانه الله هذا الموضوع كثير كثير هو إذا هذا الموضوع نرجع نرته في حب الله التوبة هي قصة حب هي حبك مع الله نرجوع آآ رجوع التاب يتوب توبا أي رجع رجع بالظبط زي الطفل اللي برجع لأمه بعد ما اشتياق بول زي أحد الزهاد والعلماء الوعاظ كان يقول يعني أنت بدك تعامل مع الله سبحانه وتعالى كالطفل إذا غضبت منه أمه مثلا ثم طردته خارج المنزل يأتي إلى الباب ويبكي ويضرب الباب يبكي ويضرب الباب حتى تفتح له أمه وتحتضنه قال بدك تكون مثل الطفل في رجوعك على باب الله سبحانه وتعالى لكن هي قضية أنه ربنا ربنا مش بسكر الباب أصلا الأم بتسكر الباب بدها تقرص ابنها ربنا مش بسكره أصلا مفتوح 24 ساعة صح صح سؤالي احنا ممكن ضاين معنا حوالي صدقائق تقريبا يعني بنحاول أخذ منكم كمان زبدة إشي لطيف إبليس طبعا مهمته والوحيدة اللي بيقدر عليها الوسوسة والجزء منها بث الإحباط واليأس في نفوس من يريد الرجوع أكثر ناس بيبتعدوا عن الله نتيجة عنفوان الفترة هم فيها هم الشباب ذكورا وإناثا لأنه عند القوة يعني فوران الشهوة فوران القوة الجسمانية شهوات الطعام الشراب القدرة الحركة الكذا إلى خير فهو أقرب لفكرة الانزلاق إنجاز التعبير والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى طبعا بسرعة تتراكم عنده لو فكر يرجع فبيجي إبليس عقولت يعني عقولتهم يعني كشي وسوس له انت شكلك شكل واحد الله يقبل توبته خليك قاعد وسكت وسكت هذا معنى ممكن يأتي فيه في سياق موضوع التيئيس والتحبيط للشباب من قبل وسوسة إبليس رسائل تسمعها منكم ماذا تقول لهم بحكم الخبرة أو التجربة أو القناعات هلأ الإحباط واليأس هو أكبر باب للخطأ أنا الآن طلع معي تلت دقائق مش ستة فبدي أسمع دقيقة دقيقة وأخطل كون الإحباط أكبر باب للغلط مثلا زعلان يأسان محباط رفيق قالوا تعال دخين سجارة حشيش وخدرات مباشرة يوصل بالأخير لطريق مسدود للإدمان لكتير مشاكل صح فكون اليأس والإحباط باب لكل هاي الإصاص فإبليس أكيد ما رح يوفر هالباب حتى فلازم يكون معيين يعني زي ما بيقولوا مثل اللي بيعرف على المايكروبات والجراثيم إنها موجودة الآن سواء كنت تعبان ولا مش تغسى ليدك بس والله أنا تعبان أكل إيدي وسخة يا عمم هل بدك تدخل جوه ورح أتمرض حتى لو تعبان غسى ليدك صح يعني بمعنى الكلام جميل فإذا يعني باب مغري فنحذر منه ألا نفتح مجانا للإحباط واليأس في داخل قلوبنا لا يأس مع هذه الأبواب الرائعة من توبة الله ورحمته أكيد الله يزيك الخير بدقيقة أنا في عندي كتير نوعات ولكن تمام أنا في عندي كتير نوعات فبس راح أقول أهمها هلأ دائم نرجع لموضوع الوسواس هذا كله خلط في المفاهيم إذا بنرجع المفاهيم بتلاقي الموضوع يحتاج تعلم الحب كيف تحب أنا أكتير عم دقي موضوع الحب لأنه هو المهم إذا حبيت خلص صح فأنا بدي أسألك سؤال دكتور السريع إذا اليوم أنا بدك تتعلم نجار نجارة أعطيتك قلت هذا كتاب نجارة تفضل تعلم وصير نجار تتعلم لا طب شو المطلوب يعني واحد يعلمك بدي واحد يعلم طبعا بالضبط فتخيل في أبسط الأشياء تعلم تكتوب حط أي شيء أي شيء الشخص يكون في عندك معلم فاهم بالك دينك بل أنا كتاب القرآن ليس هناك معلم بل لك لا أنا خلاص عندي السنن والرسول ما هو هذا الموضوع المنهاج طب طبع الموضوع يحتاج إلى معلم بكل اختصار جميل المعلم هو الذي هو اللي يقول لك روحيك لا تروحيك فأنت كيف عم بتعلم اختصاصك وعلمك كيف عم بتروح بتاخد دروس فيها لازم تاخد أكتر منها دروس في الدين مشان ما يجيك وهالي الوصوصات رح تكون ولا شيء شيء بسيطة عند أهل العلم فأنا رح أختم بحديث عليه الصلاة والسلام قول إن المؤمن إذا وقع في ذنب كمثل الجبل يقع على قلبه سبحان الله ثقيل ومثل منافقة إذا وقع في ذنب كمثل ذبابة عم الله من علامات الإيمان أنك تستشعر بعظم ثقة للذنب حتى ولو أنت مذذب فأنت ما إذن الله على طريق الإيمان لأنك تستشعر ثقة للذنب بالظبط الله يزيك الخير أنا بدي أحاول أحكي زيك كيف تحكيها هلأ 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 عم بحاول أغليدها بالظبط معي هاي للحلبية للحلبية فقط الله يزيك الخير أخ شين ألمن أني كردي يعني وأخت رغض يعني الصحيح أبدعتما جزاكم الله أخير صلى الله يجعل مجال حسناتكم أحبتي في الله لماذا أحب الله من خلال تجليات التواب الرحيم أصلا الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أسهمنا في شيء من خلينا نقول الأمل وفتح جسور الطيبة الرائعة والتنبيه والتذكير أن ربك يحبك وأنه تواب رحيم وأنه ينتظر عودتك والقرار بيدك وعندك لكن الأبواب كثيرة جدا وهذه الأبواب عروا من أنها مفتوحة لابد لك أن تلجها وأن تدخلها وأن تحرك نفسك من المكان الذي أنت فيه إلى المكان الآخر أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل مني ومنكم كنا في إيدي بإيدك عبر قناة دار الإيمان الفضائية هذه تحية مني أنا محدثكم أمجد قرجة الذي يسأل لكم الله التوفيق في الدنيا والآخر لا تنسونا من دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة